أول سؤال وصلنا بيقول هل يجوز الاطلاع على برج اليوم أو طبعاً بيقول على أو عزه على حظك اليوم أو على الأبراج خلينا نقول حاجة مهمة جداً أني لازم نفرق ما بين اتيان العراف وقراءة الأبراج اليومية وقراءة هذا فيه فرق كبير جداً جداً من النظر في أحوال الناس أنه إيه حكاية علم الكلام عن الأبراج وما يتعلق بالنجوم الناس قعدوا سنوات طويلة بل عقود من الزمان بل مئات من الثمان يحللوا علاقة الإنسان بدورة الأفلاك ووجدوا حاجة غريبة جداً جداً أن فيه موافقات ما بين اللي بيتولدوا في بعض الأوقات أنهم يبقى لهم صفات معينة ونشأ على ده على ضفاف ده كثير من مسائل النظر في النجوم تتذكروا الراهب بحيرة كيف أنه لما وجد أثر من الأثار استدل على وجود حضرة النبي ولما كان بينظر في السموات استدل على أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وظل ينتظر يترصد القوافل بحثاً عن أن يظهر النبي المنتظر في هذا الوقت فلما وجد هذه الأمارة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سار ظللته غمامة عرف أن هذا هو النبي وبلغ ما يسره اللي هو خادم السيدة خديجة الشاهد من ده إيه؟ أن فيه ارتباط فيه علوم كده بتقول كتيرة أن فيه ارتباط ما بين الإنسان والأفلاك وأكتر حاجة بتدل على ده دلوقتي حاجة مهمة جداً التغير المناخي أنا عايز أقول لكم أن التغير المناخي أدى إلى مزاجية غريبة في حياة الناس إذن هناك ارتباط ما بيننا وما بين العوالم اللي حوالينا ربنا ما جعلش الإنسان مفصول عن سائر العوالم اللي حواليه أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن فيه فرق كبير من إن إحنا نعرف بعض الصفات عن بعض البشر لإن خلاص اتضح والناس جربوها على إن مثلا الموليد برج التور عندهم حالة من حالات العاطفية الشديدة وحالة من حالات الانفعال وحالة من حالات إذن هذه الصفات إحنا بنشوفها مشاهدة فدي جيت من إيه؟ من هذا الرصد وهذا التجريب طب الرصد والتجريب دي من صفات العلوم فإذا كنا نتكلم على ده الكلام عن العلاقة ما بين الأشياء اللي بتمر في الأيام والليالي وبنرصدها وبنكتبها وبنضعها في شكل تعريف للإنسان بنفسه لا بلا شك إن الحاجات دي قد تكون مفيدة طب إيه بقى نعمل إيه في مسألة الزهب إلى العراف لا الزهب إلى العراف حاجة تانية من ذهب إلى عراف ييجب الناس مغفلين يبصوا في الفنجال أو ييجب الناس مغفلين ما يكونش عندهم هذه الرصد وهذا العلم وهذا الفن فيتكلموا على مسألة إيه؟ إلى مسألة إن هو يبص في الفنجال فيعرف اللي يحصل بعد كده إيه؟ أو يبص في الأفلاك فيعرف اللي هو يحصل إيه؟ لا اللي بيحصل فيما يتعلق بما يكتب كل يوم ده بيقولوا والله إن إحنا الشخص اللي ليه السمات الفلانية اللي تولد في الوقت الفلاني ده اللي بيحصل دلوقتي إنه في حاجات بتجعله في استعداد إنه هو يكون عاصبي فما تتخذ قرارات النهار طيب ما ده إن أنت بتتخذ قرارات وإنت عاصبي كلام حلو كلام حسن فأنا لما أشوف ده فيكون سبب من أسباب إرشادي إلى شيء حسن جيد لكن ما جعلهوش هو العمدة في اتخاذ قراراتي هو ده الخطر آه لا فأنا لو طلعت على ده ففي حاجة نبهتني إلى خطأ أو بشرتني بحاجة جميلة تمضحكة حلوة أوي آه يبقى الحاجات دي لما أقرأها فتحزدني من خطأ عندي ده شيء في عون أو تكمان تبشرني بشيء حسن فأنا أصلا عبد فضل الله سبحانه وتعالى إمتى بقى بيكون ده خطأ لما ندخل بقى في المسألة اللي اتطلع على الغيب وأصدقه وأعيش به وأبني قراراتي عليه لا ده هو ده الخطأ يبقى احنا لا عن نذهب ليه حد بيشوف الفنجال ولا عن نذهب إلى عراف واللي بتكتب في الجرايد ده ليس من قبيل عمل العرافين ولكن ده من قبيل علوم بقايا علوم قديمة فيما يتعلق بحياة الإنسان ودوران الأفلاك وإيه اللي حصل كانوا يشوفوا فيجدوا أن في وقت من الأوقات النجوم بتاخد شكل الطور فيعملوا كده فحصل هذه المسألة يبقى إذن هذه الأشياء إن ساعدت على التخلص من خطأ فحسن وإن ساعدت على التخلص على كمان الاستبشار فشيء حسن لكن إحنا لا بنبني عليها قرارات ولكن كمان بتكون هي محذرات أو مبشرات إلى هذا بينتهي دورها لا بتطلعنا على الغيب ولا بإحنا بنتيقن إن هي بتكشف لنا عن الغيب لو حصل كده إيه بقى إحنا دخلنا في ذهاب إلى العراف ودوة مش وارد في الناس اللي بيتطلعوا على ما يكتب فيما يتعلق بحظك اليوم إذن مسألة واضحة إن لأ مش هيبقى هو ذهب إلى العراف وصدقه فكفر بما ينزق لا مش هو ده مش هو ده خالص لا مش هو ده لكن التاني اللي بيروح ويروح لحد يفتح له مندل ويقراره فينجال وياخد قراره وهو مصدق ومتيقن إن اللي هو ألهله قارئ الفنجال أو قارئة الفنجال أو اللي ألهله ذلك العراف هو اليقين وأنه وكشف له عن بكرة ويمشي وراه هو ده الخطأ هو ده الحرام هو ده الذي لا يجوز